مرحبا مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم إدارة نادي الأهلية المصرية تؤكد رغبة في التعاقد مع كل نجوم المنتخب المغربي المغرب يطلق خطته السرية للتحول إلى قوة كروية عالمية المغربين سير مزراوي يحقق أرقاما كبيرة في أول ظهور له بالدوري الأنجليزي الممتاز والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لا تنساش الدرجام الفيديو تشترك في القناة تدفع على زر الجرس باش توصلك أنت لأول آخر الأخبار في إطار الجهود المستمرة لنادي الأهلي المصري لتعزيز صفوفه بنجوم المنتخب المغربية أفادت تقارير أعلامية مصرية بأن النادي يسعى بقوة لتعاقد مع المدافع الدولي المغربي أشرف داري الذي يلعب حاليا لصالح نادي بريست الفرنسية وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الأهلي لتدعيم خط دفاعه السعداد للموسم المقبل وفي تصريحات حصرية لبرنامج الهدف الذي يبث على قناة أونتايم سبورت 2 أكد وكيل أعمال أشرف داري وجود مفاوضات جادة ومتقدمة بين النادي المصري وإدارة نادي بريست بشأن ضم اللاعب وذكر أن هذه المفاوضات شهد تطورا ملموسا في الأوينة الأخيرة حيث أبدى الأهلي اتماما كبيرا بالحصول على خدمات داري لتدعيم خط دفاعه في الموسم القادم وأضاف وكيل اللاعب أن النادي الأهلي المعروف بلقب نادي القرن قد تواصل بالفعل مع اللاعب وإدارة ناديه الفرنسية بعدف التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال المدافع المغربي إلى صفوف الفرق المصري وأوضح أن المحادثات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي مما يزيد من اهتمالات إتمام الصفقة في المستقبل القريب ومع ذلك أشار الوكيل إلى أنه من المبكر الكشف عن التفاصيل المالية أو موعد بلق المفاوضات بشكل دقيق مؤكدا أن المفاوضات لا تزال في مرحلة متقدمة وأوضح أن مطالب نادي بريست المالية ستلعب دورا حاسما في تحديد مصير الصفقة مضيفا أن إدارة النادي الفرنسية ستنظر بعناية في العرض المقدم من الأهلي قبل اتخاذ القرار النهائية كما شدد وكيل داري على أن اللاعب يمتلك بالفعل عرضا جدا من الأهلي مما يعزز من إمكانية رحيله عن الدوري الفرنسية والاندمام إلى الدوري المصري الممتاز وأضاف أن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة مع فريق يملك تاريخا كبيرا مثل الأهلي وهو ما قد يدفع إدارة بريست إلى الموافقات على العرض إذا كانت الشروط المالية مرضية وتاتي هذه الأخبار في وقت يشهد فيه النادي الأهلي تحركات مكثفة لتعزي صفوفه بلعبين مميزين السعداد للموسم الجديد خاصة في ذلك المنافسات المحلية والقارية التي تنتظرها ومع تزايد الحديث عن انتقالات اللاعبين بين الأندية الأوروبية والعربية يبقى السؤال حول ما إذا كان أشرف داري سيرتد القميص الأحمر في الموسم المقبل أم أن هناك تفاصيل أخرى قد تؤثر على إتمام السفقة وفي نهاية المطافة تبقى الأنظار متجهة نحو النادي الأهلي ونادي برسة الفرنسية لمعرفة ما إذا كانت هذه السفقة ستتم بنجاحها وما هو الدور الذي سيلعب أشرف داري في حال اندمامه إلى صفوف الفارق المصري في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المغرب على صحة الكروية الدولية قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوقيع اتفاقية مبتكرة مع المكتب الشريف للفوسفات ترتكز على البحث عن المواهب الكروية وتطويرها هذه الخطوة لقت اتماماً واسعاً من الصحف الدولية خاصة صحفة الرثوان الإسبانية ذات الانتشار الواسع التي سلطت الضوء على أهمية هذا التعاون ووفقاً لتقرير الصحفة الإسبانية جاءت هذه الاتفاقية في عقاب الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربية بفوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس وأشرت الصحفة إلى أن هذا الإنجاز دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى توجيه جهودها نحو جانب آخر من تطوير الرياضة في المملكة يتمثل في البحث والتنقيب عن المواهب الكروية الشابة وتكوينها ورأت الصحفة الإسبانية أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة يقودها الملكة محمد السادس لتحويل المغرب إلى قوة كروية ليس فقط على المستوى القاري بل على الصعيد العالمي أيضاً وأشرت إلى أن هذه الخطة بدأت تؤتي ثمارها حيث تم تحقيق خطوات ملموسة لنحو تحقيق هذا الهدف الطموحة وجاءت الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الشريف للفوسفات بمشاركة عدة شركاء من القطاع الخاص جاءت تماشياً مع توجيهات الملكة محمد السادس التي تشدد على أهمية الحكمة الرشيدة والشفافية والاستثمار في البنية التحتية ومواهب الشباب المغاربة وهذا تعاون يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير كرة القدم في المغرب من خلال بناء قاعدة صلبة من المواهب الشابة التي ستسهم في رفع مستوى اللعبة في البلاد وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية الملك الهادف إلى تحقيق إنجازات رياضية متتالية عن المستوى الدولية بالإدفة إلى تعزيز حضور المغرب على الخارطة الرياضية العالمية لتعتبر هذه الاتفاقية خطوة نحو تحويل المغرب إلى مركز استقطاب للمواهب الكروية من مختلف أنحاء العالم مع تعزيز الإمكانيات المحلية وتطوير الكفاءات الوطنية وفي النهاية يبدو أن هذه الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة تطور رياضي في المغرب الأمام واستعمل على تحقيق الأهداف الكبرى التي يسعى إليها الملك والشعب المغربي في مجال الرياضة حقق اللاعب المغربي الدولي نسير مزراوي أداء مميزا في أول ظهور لها بقميص ماشاستريونتا في الدوري الأنجليز الممتاز حيث شارك في المباراة التي جمع تفريقه الجديدة بفولهام ضمن الجولة الأولى من منافسات البريميليك وقدم مزراوي أداء لافتا جدب انتباه الجماهير والمدربين على حد سواء مما جعلوا حديث الساعة في الأوساط الكروية الأنجليزية ووفقا للإحصائيات الخاصة بالمباراة فقد أظهر مزراوي دقة عالية في التمرير حيث بلغت نسبة نجاح تمريرات 92% وهو ما يعكس تفوقه في توزيع الكرة هو التواصل الفعال مع زملائه في الفريق بالدفة إلى ذلك تمكن من استخلاص الكرة خمس مرات خلال المباراة مما يظهر قدرته الدفاعية العالية ومساهمته في الحفاظ على توزن الفريق كما فاز بثلاث نزالات ثنائية أرضية واثبت قوته في المواجهات الهوائية بفوزه بثلاثة التحامات الناجحة إلى جانب تدخلاته الناجحة وعلى إثر هذا الأداء المميز عبر المدرب الهولندي أريك تنهاك المدير الفني لمانشستر يونيتد عن الرده التام عن أداء المزراوي مشيرا إلى أنه ودلخت لم يصل بعد إلى قيمة جاهزيتهم البدنية لكنه واثق من أن مستوهما سيتحسن مع مرور الوقت ومزيد من المباراة هذا التصريح يأكز ثقة الكبيرة التي يضعها المدرب في قدرة مزراوي وتوقعاته لمساهماته الفعالة في الفريق وكان نادي مانشستر يونيتد قد أعلن في صفقة تعد من أبرز صفقة الموسم عن تعاقده مع مزراوي لمدة أربع سنوات مع إمكانية تمديد العقد موسم خامس قادما من دبير ميونيخ الألمانية هذه الصفقة جاءت لتعزيز خط دفاع الشيات الحمر بلاعب يتمتع بخبرة كبيرة في الملعب الأوروبية وفي تصريحاته بعد الاندمام أعرب مزراوي عن صعادته الكبيرة بالانتقال إلى مونشستر يونيتد مؤكدا حمسه الكبير لارتداء قميس الفريق واللعب في ملعب أورترافورد الشهير وأشار إلى أنه يشعر بالإثارة لاندمامه إلى الفريق في هذه المرحلة المهمة حيث يتشارك الجميع الطموحة نفسها وهو الفوز بالألقاب وتحقيق النجاحات